اشتركوا في القناة وقال الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها ولشعب جمهورية المجر الصديق المزيد من التقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس هاكيندي هشليما رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس الأسبق السيدة روبيا باندا وقال الملك المفدى تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا السيد روبيا باندا ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديقة عن أحر التعازي وأصدق المواساة متمنين أن لا تروا أي سوء أو مكروها بعث صاحب سمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب ورئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهني آري فخامة السيدة كاتالينو فاك بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المجرة وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ولشعب جمهورية المجرة الصديق المزيدة من التقدم والرقية بعث صاحب سمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب ورئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء وموسال فخامة الرئيس هاكيندي هشليما رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس الأسبق السيد روبيا باندا وقال سمو ولي العهد تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا السيد روبيا باندا وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواسام تمنيا لكم دوام الصحة والسلامة وأن لا تروا أي سوء التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مقر الوزارة بالرياض وزيرة الخارجية في جمهورية كينيا رايشيل أماو وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين بالإضافة إلى تبادل وجهة النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في غضون ذلك عقدت اللجنة السعودية تركينية اجتماعها الأول في ديوان وزارة الخارجية بالرياضة وترأس الاجتماع من الجانب السعودي سمو وزير الخارجية فيما ترأسه من الجانب الكيني وزيرة خارجية جمهورية كينيا ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين بالإضافة إلى توقيع محضر الاجتماع المشترك عقدت لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مؤتمرا صحفيا تم خلاله الإعلان عن تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها مؤخرا اسموه للعهد وتناول المؤتمر الذي شهد مشاركة عدد من الوزراء التعريف بالاستراتيجية مستهدفاتها وتوضيح المسارات الجديدة للابتعاث وذلك وفق احتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة وأولويات رؤية المملكة 2030 أتاحت وزارة التجارة إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة بدلا من إصدار سجل تجاري مستقل لكل نشاط من الأنشطة غير المتجانسة وبينت الوزارة أن المؤسسات لم تعد بحاجة لإصدار سجلات تجارية مستقلة لأنشطة مختلفة في المنطقة الواحدة مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بهدف تسهيل ممارسة العمل التجاري وتعزيز الشفافية والموثوقية وتحسين البيئة التجارية وتخفيف الأعباء المادية على المنشآت التجارية هاتم موجة شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة